السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من خلال هذا الفيديو بدي أشرح لكم أفضل طريقة حتى نتخلص من نبتة الهالوك أو الجعفير وحتى نتخلص من نبتة الهالوك أو الجعفير بطريقة ناجحة 100% لازم يكون عندنا صبر طويل جدا نشيل أوراق الملوخية أول موسم ونستنى النبتة لها تعطينا أوراق جديدة نرجع نشيلهن بعدين الرش النبتة مبيد عشبي نحرقها نستنى النبتة بعد ما الرش مبيد عشبي لفترة 15 أو 20 يوم حتى النبتة تبس تماما من تحت مشان نبتة الجعفيل أو الهالوك إذا كان بيها بذور اتساقطت على الأرض أو بعدها موجودة بالنبتة تحترق تماما اللي ما رح تحترق بالمبيد العشبي رح تحترق بالنار مثل ما رح يشرح لكم وهاي النبتة أوعك تحاول تعشبها لإني مثل القنبلة الشطارية النبتة إذا انقطعت ووقعت على الأرض بدها تتعربش على الذرة أو على البطيخ أو على المزروعات الموجودة عندك وبهاي الحالة ما رح تتخلص منه ورح تعبي الحديقة أنا أكثر شي أكره إني أحرق العشاب اللي شيلهم من الحديقة لكن أنا اليوم مضطر إني أحرق بهذا المكان ليش هنا أنا كنت زارع ملوخية اللي متابعني شافة الملوخية من وقت زراعتها لوقت حصادها أنا ليش بدي أحرق الملوخية بهذا المكان وما بدي أقلعها وقبها بمكان آخر لأني طلعت عندي عشبة يسمونها الجعفيل أو الهالوك نبتة صفرة تلف على ساق النباتات وتخنقها وبناس يسمونه الخانوق هاي النبتة ما بيقلها أوراق لكن بيقلها بذور بذورها كثيرة مثل بذور الفرفحين أو الرجلة أو الركي هاي البذور حتى ما تتناقل من مكان لمكان آخر من خلال جمع العشاب ونقل العشاب لمكان آخر سواء كان حرقها بمكان آخر أو اتلافها حتى احنا نتفادى البذور تتناثر هين ولا هين لأني لو تناثرت البذور النباتات بتتطلع بكثافة ولحد هاي اللحظة ما بعلاج حقيقي لهاي النبتة انه انت تتخلص منها لذلك احنا بما انه النبتة طالع عندنا ببقعة معينة من نبتة الملوخية احنا شنو عملنا رشينا دوها حريق حرقنا نبتة الملوخية بالكامل طبعا بعد ما اخلص الموسم وحاليا شنو بدنا نعمل بدنا نحرق بنفس المكان اللي طلعت بيه النبتة مشان البذور اللي موجودة على النبتة تحترق وايضا البذور اللي تساقطت على الارض تحترق هذا الحل الوحيد انه نقضي على هاي النبتة الى الابد انا عملت تجربة رشيت النبتة دوها حريق وتركت لمدة اسبوعين تقريبا لحتى ما احترقت النبتة وحطمت تبابا بعدين اجيت على نبتة الجعفيل او الهالوك اتفقدت البذور لقيت البذور بعدها صالحة للزراعة لذلك انا بدي احرقها حتى اتخلص منها الى الابد هذا المكان رح انظفه وبعدين هين بدي ازرع بغدونس وازرع سلق وازرع سبانق وان شاء الله رح تشوفون كل التفاصيل اول خطوة خلينا ننظف وبعدين نشوف النتيجة مثل ما لكم شايفين اخوتي حاليا احنا عندنا المنظر غير حضاري نهائيا خاصة بالنسبة لي انا مالي متعود على الوساخة بالنسبة للزراعة احب الشغل يكون نظيف انا بالنسبة لي هاوي زراعة يعني ما ازرع بس مشان اكل لا ازرع مشان ترتاح نفسيتي وحتى ترتاح نفسيتي لازم اشوف المكان نظيف لذلك حاليا بدنا نشيل كل هاي الاعشاب هاي اوراق صانوبر اوراق شجرة الصانوبر تتساقط بكثافة بهذا الوقت بدنا نشيلها ونحرقها ونشيل كل هاي النباتات ونحرقها حتى نباريش التنقيط اللي صارنا تقريبا سنة ونص نستخدمها ايضا لازم نحرقها لانه قسم منها تقطع وصلحنا يعني ما عادا صالحات للزراعة اما هاي النبت اللي موجودة على السياج بهذا الشكل يسمونها العريضة او الفاصولية العريضة تثمر مثل قرون الفاصولية وتستخدم فقط مشان يستخرجون حبوبها او بزورها طبعا حاليا انبلش تثمر عندنا لازم احنا نرش دواء لانه اذا ما رشيناها دواء رح اتدود الحبوب من الداخل لذلك لازم نرش الفاصولية دواء بهذا الوقت انا زراعة على السياج مثل ما لكم شايفين طالع عندي بكثافة خلينا نقول بسم الله ونبلش ننظف الارض ورح يشرح لكم طريقة الحرق الحرق لازم يكون منتظم لازم نحاول ما نتركه ولا بزرعيشة لاني الهالوك اخطر نبتة على وجه الارض وكلكم تعرفون خطورتها اول شي بدنا نحاول نقلع الملوخية او نقطعها لاني هاي الارض بعدين بدنا نضربها بالفرامة وبعدين بدنا نزرع بدالها سليق وسبانق وبغدونس ورشاد وايضا من خلال الحرق الارض تصير كويسة للزراعة ليش لاني الارض لما انتحمها تتخمر الارض كل كما تعرفون ينضافلها السماد العضوي مشان يتخمر بيها ومشان يرفع نسبة خصوبتها وايضا احنا لما نحرق العشاب الضارة على سطح التربة التربة تتخمر وبهاي الحالة يرتفع نسبة الغذاء بيها لمينا العشاب بهذا الشكل اخوتي وبلشنا نحرقهم ومثل ما لكم ملاحظين انا فقط رشيت مبيد عشبي بالبقعة اللي موجودة بيه نبتة الهالوك لذلك انتم شايفين قسم من نبتة الملوخية خضرة والقسم الاخر محترق كل كما تعرفون المبيد العشبي بيو خطورة على الارض خاصة اذا كان جهازي انا انصحكم اذا بدكم ترشون مبيد عشبي رش مبيد يعمل من خلال الملامة بهاي الحالة ما رح يأزعتكم الارض رح نلم العشب كل اياته بهذا الشكل وكل ما نحرق شوي نحاول نضيف من اوراق الصنوبر اليابسة حتى تحترق معانا نبتة الملوخية بشكل كامل وبعدين نحاول نوزع للنار على الارض يعني نحاول احنا نمد النار مثل البساط على الارض لان بذور الجعفيل او الهالوك ناعمة كثير وخفيفة وتتطاير من خلال الرياح مشان اذا كانت متطايرة هين ولا هين نحرقها حاليا اخوتي اتأكدنا انو احنا حرغنا كل البذور ومن هين ورايح نقدر نزرع واحنا مرتاحين بهاي الطريقة الوحيدة انك تقدر تقضي على هاي البذرة الى الابد اما ليقولك ادوية ومبيدات وتعشيب صدقني ما رح تستفيد شي الحل الوحيد حتى تقضي على البذور بالارض تماما لازم تحرق بهذا الشكل حاليا شنو بدنا نعمل بدنا نروح هناك مثل ما لكم شايفين انا كنت زارع بندورة عشبت نص الارض وظل عندي نص الثاني حاليا بدي اروح اعشب مشان بعدين بدي ازرع السلق والسبانق والى اخره من المزروعات الخريفية يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يزرع زرعا او يغرس غرسا فيأكل منه طير او انسان او بهيمة الا كان له به صدقة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا قامت الساعة وفي يد حتكم غرسة فليغرسها ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر امثالها لا اقول الف لا ميم حرف ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف لا تنسوا المتابعة قناة اسرار الزراعة حتى يصلكم المزيد كان معكم اخوكم اروان منصور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته